ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نظراتي الميبصاري الخلاف اللي وقع مؤخرا بين أطباء العيون ونظراتيين كان الخلاف أصلا نحن متكاملون عمر مكان الخلاف هذي تقريبا مدة ديل كتر مربعة وستين عام جاء الخلاف على أساس ما كان عرفوش هو هذا المشروع القانون اللي خرج ديل أفرس ديل أفرس ديل أخبصة ورابعين تلتاش اللي تقريبا دولة وزارة الساحة خرجه في 2012 وتوافق عليه في المجلس النواب ديل حتى الـ 2016 بالإجماع دازل المجلس المستشارين تملي بقع شوية ديل لاغط إحنا كاميبصاريين كنظاراتين كنقوم بقياس النظر ماشي فحص النظر فحص النظر هذا مختصص الطبيب وكأول خطوة كيقوم بها المواطن أنه كيمشي لطبيب العيون وحتى نحن نوجه للمواطن لطبيب العيون كأول استشارة طبية من بعد نحن نخدمه على العين سليمة والعين سليمة شنا هي أن ما كان قوم بالقياس ما كان قوموش بالقياس في الحالة التالية إني إلا كان الكويت فيزيويل ديل الشخص أنها كتكون قل من ستة على عشر كتكون العمر دياله أقل من ستاشر عام وكذلك حدات البصر كتكون عالية سواء انفقت ميوبي ولا انفقت إيبير ميتخوبي إننا عدد الميبصري المرخصين من طرف أمام عمل حكومة قبل الغرب على الاف ميبصاري اللي عندهم رخصة ديل المزاولة المهنة و LMOS حناية كائطار داخل النقابة أو خارج النقابة حنا متواصلين في العمل النقابي ديالنا بسكو حنا كانت طلبوا بالحق ديالنا وكانت طلبوا الوزير الصحة dediجا توسيقون طرف كعالي بالبنتنا وابينة الليلزوفطلمون هو مال الليلزوفطلمون حنا كانت طبوا بالحق ديالنا ورجعوا لتضاهر وإلى استدعاء الأمر حنا هذا المشروع قانون 45-13 ما كي جمعنا بهي الإسم كان طالبوا بالنسحاب من هذا المشروع قانون 45-13 ونبقوا في الظاهر دينا اللي اعطينا لحق دي القياس للبصار هدي منذ 65 عاما كجميع الدول العالم عاو تذكرنا بالمشكل الأساسي اللي تيفرضو لكم أو اللي بغينو ما بغينوش الأطيب المختصين اللي تذكر يعرفوا المواطنين أننا نحن كنظراتين مبصاريين نحن ما كنقوموش بالفحص نحن كنقومو بقياس البصار وهذا القياس هو علم فيزيائي انكساري محد دونك عنا انفورماشيون ديال 3 سنوات كأقل تقدير و 5 سنوات كأكثر تقدير وقرينا في هاتشي ديال قياس البصار يعني مئتين ساعة يعني 3 سنوات ما يعاديل مئتين ساعة بالنسبة لطبيب العيون هو عنده لفورماشيون كي ما كيقولوهما باك بلوس تخيز يعني ما نحسبوش 7 سنوات لأثمان سنوات عندهم خمس سنين ديال الاختصاص ديال اللي كيقرهما ستة أشهر في هاد القياس دونك